اشتركوا في القناة شوفي عنا بما الجديد نظم قسم جراحة المسلك البولية مؤتمر وورشة عمل تطبيقية بمستشفى سيدة المعونات الجامع جبايل بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الروح القدس الكسليك والجمعية لبنانية لجراحة المسلك البولية وذلك للتعريف عن تقنية استقصال او رام المثاني بواسطة الهايبرد نايف يلي بتشكل نقطة تحول هامة بهيدا النوع من الجراحة وبتساعد على استقصال الورم ككتلة واحدة مما بيمنع انتشار الخلية السرطانية اجرى البروفيسور رغيد الخوري رئيس قسم جراحة المسلك البولية بالمستشفى ورئيس المنتخب للجمعية اللبنانية لجراحة المسلك البولية لعملية الجراحية الاولى من نوعها بلبنان وشرق الاوسط وافريقيا لا استقصال او رام بالمثاني بها التقنية الجديدة وقد تم اجراء ونقل مباشرة من غرفة العمليات الى قاعة المحاضرات لتمكين الجراحين الحاضرين من الاطلاع على هذه التقنية الحديثة واجراء ميقاش مباشر حولها كما شرح ايضا دكتور خوري بشكل دقيق ومفصل كيفية التشريح بواسطة الدفع المائي وانه هذه التقنية تستعمل بالعملية الجراحية لاستقصال اورام الكلي واستقصال اورام المثاني وبتساعد بعزل وحماية اعصاب الانتصاب بجراحة سرطان البروستات وعرض بعد فيديو لعملية جراحية بالمنظار مستعمل تقنية الواتر جات يلي رح نحكي تفاصيله خلال حلقتنا بسرن استضيف بحلقة اليوم معي بستوديو دكتور رغيد خوري اهلا وسهلا فيك اهلا فيك حضرتك بالبداية اقتصاصي جراحة المسارك البولية والعضاء التناسلية رئيس اسم جراحة المسارك البولية بمستشفى سيدة المعانات الجامعين استاذ محاضر بجامعة الروح القدس الكاسلية ورئيس منتخب للجامعية العلمية اللبنانية لجراحين المسارك البولية اهلا وسهلا فيك ضيف ببرنامجنا سوري ما بقى عنا كتير وقت نحكي للحال بسم الله حولك يا دكتور يعطيك الف عافية بداية مبروك لكل اللبنانيين بصراحة بهالتقنية الجديدة لانه صحيح حضرتك دكتور عم تشتغل على هالتقنية واليوم عم نشوف هاد التقنية الوحيدة باللبنان يلي حضرتكم بلشتوا فيها بالمعانات ولكن كمان هيدا أمل جديد لكل شخص مريض وعنده مشاكل بالاشياء اللي رح نحكي عنا هلأ بأعضاء جسمنا يلي من خلال هالتقنية منقدر نعالج أهلا وسهلا فيك ومبروك بس بدي أوضح ان هاي التقنية بعدها بأولة يعني تقنية حديثة بلشت بألمانيا نحن عم نتعاون مع جامعة توبيجن بألمانيا مع تطوير وعم نواكب تطور هالتقنية بعدها ملنا معتمدة عالمية هيدا مخصصة لجراحة تتسهل جراحة وعم نستعمل الماء اللي هو ماء ما بيضر يعني ونص جسم الإنسان مكون من ماء دونك ما فيه لضرر للإنسان لأنه بدي فوت اشرح أكثر عن المشاكل والأمراض اللي منشوفها بأعضاءنا من خلال هالتقنية منقدر نعالج خليني شوية عرف عنا كيف تشتغل شو هي هالتقنية هي متلها عم تستعمل ضخ الماء يعني فينا نقوي ضغط الماء وفي خلالها هالماء وقتها منضغطه على الأنسجة عم يفصل طبقات الأنسجة عن بعض بتسهل الجراحة بنقدر نكفي هذا تستعمل فينا نستعملها بجراحة الفتح بجراحة المنظار لابروسكوبي وبالنظور بجراحة مثلك البولية عم نستعملها مثل ما إنا للكلة لورم الكلمة اللي قصاله من نقدر نوسع الطبقات ونقدر نشوف الشرايين الدقيقة ونقدر نقصها من دون ما يصير فيه نزيف قوي دونك هيا بتساعد لهذا الموضوع بتحمل شرايين هالماء وفيه كمان نستعملها لعصب الانتصاب بجراحة سرطان البروستات لأبعاده وقتها منستقصل كليا البروستات وأكيد اللي هلأ أكتر شي جديد وهذا ضوين عليه بالمؤتمر هو الورم بالمساني اللي بدي حدد أنه بس ورم المساني السطحي يعني مش إذا كان منتشر بالطبقة السطحية بالطبقة السطحية فينا نشيله بالكامل وهذا بتساعد ما يرجع يعاود لأن المرض المساني ومساني بالبروستات معروف إنه بيعاود ومندرنا نعمل نواضير وليزم نتابع المريض طيب بس لأفهم أنا والمشاهدين على أهمية التقنية الجديدة لابد من أن تشرح لي كيف كانت تنعانوها العملية وليش اليوم هي أحسن بهذا التقنية مش كانت بعدها التقنية التقليدية اللي هي لازم نشيلها منشيلها بالنظور نعم نسحبها بالنظور منشيلها إذا كانت صغيرة إذا فينا نشوف صور هل رح بلش شوف اللي بقى الصور قدامنا هل رح بلش نشوف الصور هون شو عم بتشرح لنا هون عم فرجينا الكلوة الكلوة في عنا كلوتين أكيد ومجريان اللي بيوصلوا البول على المبول المبولة هي كينية عن عن بلون مثله خزين البول عضل هو مثل البلون موجود بالحوض هالبول بيتخزن بهالمبولة في عند ناس يصير في لحمية موجودة هاللحمية أسبابها بنحكي عنهم إذا بديك بعدين هو أهم شيء الدخان هاللحمية إذا وجدت بدينا نشيلها طرق شايلة حاليا وبعدها هي بالمنظار هيك بتشوفوها على الطبيعة مثل بالنظور عنا مثل منظار نظور منفوت من خلال المجرى البول للمبولة ومنشيلها قطع منقطعها إذا كانت كبيرة إذا كانت صغيرة أقل من 8 مليمتر فيها نشوفتين فينا نشيلها كلها سوا وهيدي مهمة ندرسها بالفحص الأنسجي هلأ إذا كانت أكبر فينا نشوف الفيلم منشيلها قطع وهون في تبعصر بالخلايا داخل المبولة وهالخلايا السرطانية فيها تعلق على الغلاف الداخلي وترع تتكون عن جديد وتعمل لحمية وتعاود بهالصورة هون شو عم نشوف هون عم نشوف الفرق بين التقنية التقليدية اللي عم نعملها حاليا والهايبرد نايف اللي هي كينية عن ميل بطرفه في قطع حديدية صغيرة منها بتضخ المي تعلي هلأ فيها نفسر كيف الطريقة هون نقدر نحدد اللحمية مكانة بالأول بعدين نضغط المي نرفع عن المستوى عن الطبقات السليمة اللي بجدار المبولة ونبلش بعدين بطرفها كمان فينا نقص من خلالها ونقدر نفوت بالغمق ونقبعها كلها كتلة وحدة ونقدر نستقصلها يعني هون يا دكتور تطلع هايك شقفة كاملة هاي فينا نبعتها على فحص الأنسي جي وهون أكيد بيعطونا نتيجة دقيقة لانتشار الخلايا بجدار المبولة ونقدر نعطي العلاج المناسب لكل لحمية هون عم نشوف عدة بوليبات مضبع هون هاي لكل مرحلة بتوغل المرض بعضل المبولة إلو علاج إذا كان سطحي إلو علاج إذا كان أغمى أشواء إلو علاج وإذا كان فات بالعضل أكيد فيه استقصال المبولة نهائيا ساعتها وإذا انتشر بالجسم هون صار فيه العلاج الكيمائي والأشاعة بس دكتور راغيت حضرتكم تشتغلوا على الطبقة مثل ما قلنا هي السطحية نستقصلها بالكامل وبتعطينا كمان فيها نعرف النتيجة الكاملة والدقيقة لأن فينا بالطريقة العادية الطريقة العادية يعني اللي عم نستعملها هلأ بعدنا عم نشيلها قطع يعني وفيه ساعتها اللي بده يقرأ الأنسجة فيه ما يقدر يعرف الطبقات كلها ويمكن يعطينا نتيجة غير دقيقة مضطرين ومعروفة إنه بالمعتمدة نرجع ندور تاني بعد أسبوعين أو ثلاث أسبوعين بين أسبوعين لأربع أسبوع نعمل عن جديد نفس العملية ونرجع نغمق أكتر طي يعطينا النتيجة المزبوطة هيك بهالطريقة بالهايبرد نايف عم نشيلها كلها قطع وحدة والنتيجة رح تكون أكيدة وواضحة من أول مرة أنا رح أجلب قدمة فيه أسئلة أسئلة ممكن يسألوها المشاهدين دكتور لحتى فسر مزبوط يعني اليوم بيحل التكنيك الجديدة أنت ما عم بتقطع إذا كانت التومير صغيرة عم بتجرب تشيرها مثل منا مزبوط يعني أنت مش عم بتجرب تقطعها جوها وتشيلها أنت ما يصير السلولات السلول تطير شمال يمين أو يضل ممكن أو أشياء اليوم أنت عم تجرب تاخد قدمة فيك سورفاس كبيرة وعم تجرب تسحبها كلها سوا بفرد مزبوط يعني عم نستفيد من شغلتين أنه الخلايا ما عم يتطيروا بالمبولة ويرجعوا على أغير محال ومنفس الشيء أهم ماشي نتيجة الزرع يعني نتيجة فحص الأنسي جي عم تكون أكيدة ودقيقة ونقدر نعالج على المزبوط مثل ما هي دونك سببين أساسيات بيقدروا هالتقنية عم تفيدنا فيها اليوم هالتكنيك موجودة عندكم بالأوبيتال قديش حضرتك عم تشتغل عليها من أي متى بلشت مزبوط تشتغل بالتكنيك الجديدة الووترجات يعني استعمال المر بالجراحة لنا أكتر من سنة ونصف عم نشتغل بالمعونات بالتنسيق مع جامعة توبيجن بألمانيا واستعملناها بعملك بورم الكلي استعملناها بجراحة البروستات واستعملناها كمان وهيدي نحنا بنفتغر فيها على مجرى البول بالورم البطن اللي بيكون مخنوق بهالورم على الملتان بيسبب تضخم بالكلوي بيسبب فشل كلوي علاجه هو إبعاد المجرى البول عن الورم كأنك عم تحرروا يعني عم نحرروا تويقدر يرجع تشتغل الكلوي بهالطريقة استعملناها ونحنا الأول استعملناها بالماء يعني عملنا جراحة كلها بالماء فقط أكيد استعملنا البنزار ثم من نشأ البطن وبالماء وحده قدرنا حمينا مجرى البول وجداره وما صار في أي أزب الشرايين ولا بالغلاف تبع المجرى والعملية نجحت وهيدي أبلغنا بألمانيا أن الوتر جد يستعمل بمجرى البول بطريقة سليمة وإمنة وإن شاء الله خير يعني هيدا أثبتناها نحنا بدبلين يعني هي ممكن تشتغل على المناطق الصلبة؟ تشتغل أكيد هي شو عم تعمل؟ هي الماء عم يجي حسب ضغط الماء اللي نحنا بنستعمله فيها بتفصل طبقات الأنسيجية عن بعض وأنت بتقدر تحدد الضغط أدما بدنا؟ فينا نحدد الضغط أدما بدنا فيها نوصل ضغط قوي قص بس إنه مش مطلوبة حسب إنه هيدا التطور رح يقلنا ونحنا بحالة تطور وعم نواكب هالتطور ونشوفه وإياما عم نغير بالمعدات اللي عم نستعملها بطريقة الجراحة أنه أفضل تكون هاك أو تكون هاك دونك نحنا حبينا نواكب هالتطور وحبينا للبنان يكون بأول هالشي ومش هناك عملنا المؤتمر ودعينا كل الجراحين المساليك البولية وبلشنا كمان أكيد بوركشوب صارنا عاملين اتنين أحكي عنهم بس خليني لتالما بدأ رجاء أحكي تفوت تفاصيل أكتر بقصة المثاني وفوت قصة البروستات كمان لأنه قلعت قداش لهم عنها مشاكل بسرطانات البروستات خليني شوف فيديو لحشوفهم تباعا هيك بنحكي عنهم بنرتاح من قصة الصور والفيديوز وبنزع من نركز على حلقتنا خليني نشوف أول فيديو هيك حضرتك تشرح لنا أكتر شو عم بيصير هون هايدي لحمية بالمبولة أكبر من 8 ميلي بدأ نشيلها بالنظور العادي اللي بنستعملها التقنية العادية وبعد عم نستعملها هاي متل قطعة حديدية صغيرة بتقص وبتحرق لون بدأ نشيلها الشأف ما فينا نشيلها كاملة يعني مانا رح تطلع قطعة كاملة مثل ما اللحظين قصينا أول شأفة وبدأ نقص تانية شأفة وهلا حمية فيها تكون أكبر بكتير الهدف من هنا هلا خلايا هوا عم يتطيروا ومحتمل أنه يكون في تتسبت على الغلاف وترجع تعاود يعني مشبهك أنك عم تعمل الجزون أرجع د كمان هل شوال لا أخض بسير تير شمال يمين كمان هيا وهي دول خلايا وخلايا بتاع في الأحمية الصغيرة إذا كانت سنتي فيها أكتر من أربع مليار خلية يعني شأفة صغيرة طارت أو يعني مليارات الخلايا عم يتطيروا بالمبول وهدفنا نحن طبيا وعم نعتمد في عنا أنه نشيلها بالكامل وهالخلايا نقتلهم في قلنا طريقة كمان نغسل المبولة بدوى كيمائي يقتلهم هاو دي يعني ها كمان طريقة عم نتبع ها بتعملها من بعد ما تستقص دغري من بعد استقصار ها دي بعدها دراسة عم نشتغل فيها مع تقنية الهايبرد نايف ومع هشوف هلأ كمان الفيديو الثاني برجع بشرحها هوني بالطريقة هون بالطريقة الهايبرد نايف ها اللحمية كمان موجودة بالمبولة بو بها الطريقة عنا هيدا الميل الخصوصي اللي بيطرفه في قطع حديدية هون عم نحدد أطراف اللحمية نحرق شوية ولاية نحدد وين أطرافها نقدر نقشع مزبوط وين أطرافها بتلوين معين كمان موجود وهون عم نقص قبل ما نقص عم ننفخ لحظه عم ننفخ يعني بضغط الماء عم نعلي اللحمية عن عن الطبقات السليمة من تحت وعم نقصها يعني بنفس بنفس الأدات عم نضغط ماء عم نقص وعم نحرق والشرايين إذا موجودة تنقبعها كلها كاملة من الغمق لبره لذلك عم تنشيل هالتكنيك قدية بالدواءة الدكتور ما كتير مبدئيا حسب محلة وحسب حجمة هايدي ريال مع منسرعة واضحة انه لحمية صغيرة من هالنوع بعد عشت قاية 4 ساعة حسب انه و بتصير تحت بنج عام بنج موضعية متل ما بتنعمل بالنظور العادي بنج عام أو بنج موضعية حسب حالة المريض أكيد مش بلا بنج يعني لأن في حرق وفي قص طيب لطالما في حرق وفي قص وفي ضخ مي وعم بتقول انه انت عم تستقصلها شقفة كاملة مش عم نجزق لحتى نرجع عن شي لأجزاء أجزاء أو أشلاق أشلاق من البطن يعني اليوم بدي أنا أتأكد من بعد ما أعمل هالعملية أو هالتقنية كيف تتأكدوا انه حقيقة هين شالت البرتي اللي يزم تشلوها شلتوها هالحرق اللي حرقتوه إن كانوا هالبوليبات أو ما بعرف شو مضبوط إن هالخلية حرقت كيف تصير المتابعة متابعة ضرورية بأورام المبولة دايمة يعني لازم المريض يظل مراقب نعم نعرف إنه هو بعوده ومعروفة عالميا وهي دي نحن عم نسعى إنه نجرب نخففها ما تعاود اللحمية المريض إجمالة ما تشلنا له اللحمية إذا شلناها شقف أيام الأنسي جيب جيوبنا مغلوطة أيام شوية مش هناك نضطر نرجع بعد أسبوعين لأربع أسبوعين نرجع نفوت نرجع نغمق أكتر تنأكد بهالطريقة عندنا النتيجة ضغرة نهائية دونك هاي دي استفدنا منه تاني شي حتى بهالتقانية مجبور أعمل نضور تأكد ما رجع غير محل هالمرض من أسباب فينا نعدى بعدين وخاصة إذا المريض بعده عم يدخن أو لأنه هو دخان الأساس دونك نعمل نضور بعد ثلاثة شهور جمالا ما في ما في بقى خلايا أو ما في ورم نرجع نعمل نضور بعد ستة شهور نرجع بعد سنة نرجع بعد سنتين يعني المريض رح يضلع سنتين يعمل نواضير حتى لو نضف من أول مرة وإذا رجع عاودت بدنا نضلع نرجع بعد ثلاثة شهور وستة شهور يعني تعمل نضور أصدق نواضي نضور بالمثاني نشوف مظبوط إذا رجع فرخ أو لا هيدا إشبار طيب إذا رجع فرخ أعتبر نرجع فرخ بعد ثلاثة شهور لأنه في تندوانس وعنا قلنا نخلي ثلاثة شهور ممكن يرشع فيك ترجع تعمل ذات التكنيك ترجع تسل ذات المبدأ ترجع ما في أي بروبلم يعني يجعي إذا كذا مر المريض أكيد ولازم لازم نشيله يعني ما فينا نخلي ورم بالمبول لازم ينشيل كله كل ما نشوفش نشيله ومشناك في طرق هلأ جديدة عم تطلع تنساعد ما يرجع يعاود منها الهايبرد نيف اللي أنا عم تشيله كله سوى ما عم نقطع دوق ما عم يتبعسها للخلايا اثنين في دواء فينا نحطه إلينا عنه الكيموترابي دغري من بعد تأتر الخلايا هل تتأكد يعني أنه أنت خلص يعني أتر مش بأكد أنا عم نسعى أنه ما نخلي خلايا تبقى وفيه كمان هلأ شي بسوء الفوتو ديناميك يعني في دواء منحطه بيتضو في ضو معين منشوف وين معقول يرجع يطلع مستقبلا خلايا ومنحرقون كمان هاي دي هلأ دراسة عم تنعمل جديد عم نحصر كل هالتقنيات كلها مع بعض أكيد مش عنا بلبنان بألمانيا عم تنعمل وبرأ أكيد عم تنعمل نشوف وين بدنا نوصل إذا عم بتحسن أكتر وأكتر هالمعاوضة نحنا الطب عم يتطور واضح يعني طبعا والأيام راح تقلنا واسنين راح تقلنا شو راح يصير دكتور رغيزر هنتوقف مع فاصل من بعده هقر راحكي عن هالتقنية شو بتشتغل كمان وكيف الطريقة إذا كمان طريقة نفسها وعندي كمان سؤال اللي بدي اسألك بعد الفاصل رجع من كامل حلقنا أه عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجلة الصحية مع ضيفنا دكتور رغيز خلبي جعب راح فيكم جديد دكتور رغيز حضرتك اختصاصي جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية ورئيس أقسام ومع أستاذ محاضر ورئيس منتخب الجمعية اللبنانية العلمية للجراحين مسالك البولية أهلا وسهلا فيكم جديد بدي أحكي شوي عن هالووتر جيت اليوم اللي عم نحكي عنا كنا نقول قبل إذا كان في تيومر على الكبد مش كتير محبز العملية ما كنا نقدر نعمل اليوم حضرت عكي حكيت عن أسماء تانية عن أعضاء تانية حكيت عن البرستات حكيت عن الكلوة حكيت عن كل هولة اليوم هي ذات هالتكنيك الووتر جيت تشتغل نفس الشي على كل هالأعضاء اللي حضرتك ذكرتها أكيد الووتر جيت هي وسيلة بتساعد الجراحة يعني مثل ما قلت ضغط ماء الماء ما بيأثر على الجسم عم يفصل الطبقات الأنسجة تستعمل بأي أعضاء ونحنا هيدا بحق للتطور بالكبد أكيد إذا في ورن بالكبد بده نستقصل أصلا عم يستقصل بأدت حادة أو بطرق في كتير إشي جديدة عم تنعمل بالليزر بأمور بها الماء أكيد فينا نستعملها واللي حلو فيها هالتقنية أنه بتحمي الشرايين وبتحمي العصب يعني ما بتقصهم أو ما بتجرحهم بهالطريقة نحنا وقتها بتبعد بس الخلايا بتبعدهم وال الورم شو معلق بشرايين بده يبينوا الشرايين قدامنا ونحنا فينا نتمكن بقصهم أو بربطهم مع هالتقنية وبتساعد أكيد في سؤال أكيد حيطرحوا الناس لأنه إذا فايت المرأة تقبع سنة بتسأل شو المضاعفات اللي ممكن أنا واجهة بالوترجات في شي مضاعفات ممكن شو كون في هالكمبليكاسون يلي أنتو ممكن ما تكونوا متوقعين أو أنه ممكن تكون بس تصير كتير قليلة لهلا عمالك تقنية جديدة ما إلا زمان بس لليوم أنا بدأ لليوم ما في شي لأنه مقنعة طريقة أنه عم نستعمل ضغط مي نعم والبريسيون يعني ضغط المي نحن ما عم نعليه كتير بترجل جو ضغط المي فينا نقوي لدرجة بيستعملوه طي قص الصخر بس أنه نحن ما نواصلين له يعني ما هدي فينا نعرفها لك ما منعلي الضغط بس عم نجي نخلي هالطبقات تتوسع وتهين الجراحة اللي عم نستعمل المقص يعني بتضل أهيا من أنه عم نقص أكيد طيب حضرتك كمان حكيت أنه عن عصب الانتصاب إذا كان فيه بروبلام بالبروستات فسرنا أكتر سرطان البروستات بحالته إذا كان محصور بالبروستات وقررنا نعمل جراحة استقصال البروستات بالكامل هذا العلاج منعرف إذا فينا نحط صورة لبروستات نعرف أنه العصب هتنفق أيها هي الصورة يلا راح نشوفها العصب ملصق على جوانب البروستات من المالتين نعم وبالطريقة نحن عم نشيل البروستات فينا نعمل ضرر بهالعصب هالصورة الأصفر هو العصب عصب الانتصاب والشرايين من فوق نحن بدنا نقص البروستات كلها سوا يعني هي بين المبولة ومجرى البول وبدنا نقبع فيه احتمال هالعصب يتضرر بالمي شو عم نعمل عم نبعد ضغط مي بين البروستات والعصب عم تبعده عن الجراحة ونقدر نحن نتمكن بحرق الشرايين الصغيرة ونقدر نسحبها طريقة عم بتصير بالطريقة العادية الجراحية وبس كمان بتنعمل بها الطريقة ليش لأ نحن عم نقول هاي دي بتساعد جربوها وتنمشي فيها هلا ملنا معتمدة بعد عالميا لأن نبدأ ننطر دراسات بعد كثير بعدنا عم نطور الأداة اللي عم نستعمل فيها ممكن توصلوا الكمال لما راح يتير متقدمة يعني تشفرشة ثانية يعني مثل أي تقنية جديدة بلشت بالطب نحن بلبنان بلشنا فيها وعم نتساع عم نكفي مع ألمانيا بها الأمور طيب فزا أحكي لنا ماثاني بروستات كلوي 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 كمان بتشيل بارتي إذا في ورم بالكلوي فينا نستعملها أكيد نبعد الورم عن عن الكلوي طبيعي هي الكلوي شوية دقيقة قبل كنا إذا في ورم بالكلوي بدأ نستقصالها كلها كنا نشيلها كلها كورم حاليا وصارت معتمدة عالميا إنه بس منشيل الورم نستقصال الورم واحده كلوي فيها كتير شريين تنشيل الورم مضطرين نوقف الدم عن الكلوي لفترة زمني تنعجل نشيل الورم هيدي التقنية مضبوطة شو بيصير وظائف الكلوي تتضرر شوي عم نوقف دم لفترة لو أخذنا كل أحتياتي بهالطريقة أنا ما عم موقف الدم عم بستعمل الوترجات على طرف اللحمية يعني على طرف الورم عم يبعد الطبقات الانسي جي عم شوف الشرايين تبع الورم من دون ما يدأزوا دون ما في نزيف وأنا ساعتا بقدر قص كل شريين بشريين بتتاخد وقت أكتر شوي بس فينا بلا نزيف كتير ومع موقف الدم خاصة عن الكلوي وعم تقدر الكلوي ترجع عوظيفتها الطبيعية بس بيهيك حالي مشكلة الناس تقدر تعمل لوني في ناس ما بيتحملوا هالأد وقت عملية يمكن في ناس لا عم بحكي وقت مش وقت كتير يعني أكيد لا بتتحمل كعملية بتحمل أكيد وقت بس مشكلة الناس حسب حجم الورم نعم يعني إذا الورم اخد 3 تربيع الكلوي لأ لازم استقصال الكلوي كله إذا محل الورم حد كتير شرايين كمان يعني في إلا إلى طريقتها طيب دكتور خليني كمان أرجع أسأل حضرتك سؤال إذا أنا عم بحكي عن ورم خليني أحكي عن المسانة أوكي إذا أنا عندي ورم عم بحكي عن مطرح بعد ما صار متاستاز يعني بعد ما انتشر هالورم أوكي أنا عندي بالمسانة اكتشفته بالمسانة بعد فترة بعد ما رحقت عالج بلش ببلش بالعالج شفته انتشر لغير مطرح أوكي بس أنا بضل بقدر اشتغل يعني حتى إذا كان فيه انتشار بالهايبرد نايف لا 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 أكيد لا أوكي نحن نحدد الهايبرد نايف خاصة بورم المسانة ما فينا اشتغل فيه إلا إذا كانت سطحة إذا صار فات بجدار المبولة بالعضل خاصة لا صارت الجراحة حبيت توضح أصالة كلها أحبيت توضح لأنه نحن قلنا بس فينا إذا كان على الطبقة السطحية بالمسانة بالبروستات كمان إذا كان بالبروستات عم نعمل الجراحة العادية كانت بالمنظر أو كانت بالفتحة أو كانت بالربو أو شي هالمي عم بتساعدنا إنه عم نقدر نبعد وسيلة مساعدة من دون درر مساعدة بالكبد مساعدة بالكلوية مساعدة كجراح مسيلك بولي أنا بيهمني الكلوية والبروستات ومجرى البولي اللي أثبتناها وقلنا عنها اللي هي أساسية والمبولي هلأ بها التقنية جديدة قبل ما أحكي وأخبر مشاهدين كيف عم بتعرفوا أو كيف عم بتخلوا هالأطباء كلهم حقيقة يصير فيه ويركشوب إذا بدك أو ويجوا يتعاونوا ويقدروا يشتغلوا على هالتقنية خليني بس ارتاح من قصة المثاني اليوم نحن نعرف إنه سرطان المثاني عم بيزيد هل هو لأنه عم بيتم تشخيصه بكير هو لأنه صرنا أكتر واعيين على الموضوع أو لأنه حقيقة صار فيه عوامل كتير عم بتساعد لو وجوده في عوامل أكيد وأهم العوامل قبل ما نحكي بالعلاج أفضل إذا الوقعية أهم هو الدخان الدخان أثبت إنه بيعمل ورم وسرطان بالمثاني هذا واضح مثل ما بيعمل بالريا سرطان الريا المشكلة إنه الدخان ماشي كتير يعني أنا بحب ألفت نظر بس ريت بمنظمة الصحة العالمية عملت مثل أحصاءات بالبلدين العربية والمنطقة هون درسوا يلي بيدخنوا فوق الخمسطاشر سنة رجال ونسوين تبينت إنه أعلى رتبة بهالستاتيستيك إنه لبنان ربح أول رتبة عند النساء بالتدخين شهال فخر يلي هي 35% مخيفة يلي تاني تاني نسبة من بعد لبنان هي فيه بتصور الباكستان 9% عم تخذي فكر الفرق بين تاني بكل البلدين مثلا السعودية 1% النساء عم بتدخن فوق الخمسطاشر سنة تالي وين رايحين مش هناك ونحن عم نلاحظها يعني بيشغلنا إنه صرنا رجال ونسوين عندهم هاللحميات وعم بتزيد يعني الدخين واضح أنه لازم يتوقف يعني إذا هم العوامل الأساسية والمباشرة يعني هايدي واضح في غير عوامل مثل الكولوران يعني الصبغة في عدة عوامل أكيد وفي إشياء ما بنعرفها بعد بس إنه هيدا موجود وعم يتكاتر إيه عم يتكاتر عم نشوف بأمار صغيرة سرطان المسلم عم نشوف هي ايه أكيد مش كتير بس موجودة موجودة طيب قينا نحكي أكتر عن الوركشوب اللي عم تعملون إن كان بالمستشفى أو خارج المستشفى من خارج المستشفى يعني الأشخاص أو الأطباء المتخصصين بهذه المشجلات يعني ممكن تقدر تكون هي تقنية مساعدة لألون شو عم تعملون نحنا من سنتين أنشئ مركز مركز جامعة للتمرين وللأعمال التطبيقية من جامعة روح القدس الكاسليك مع مركز جامعة العالمي جهزنا أربع غرف عمليات بكل التقنيات المطلوبة وعملنا عدة عدة أعمال تطبيقية من بعد المؤتمر كمان جهزنا من ألمانيا خاصة مكانات خصوصية تستوعب أعضاء حيوانية تنقدر نشتغل إليه كأنه عمشتغل على إنسان يعني منحط المبولي فيها ومنقدر نعمل نفس التقنية صارنا عاملين اتنين من وقت المؤتمر كل مرة في عنا خمسة وعشرين جراح من الجراحين المساريكبولية اللبنانية وعنا واحد هلأ آخر الشهر يعني إن شاء الله عم وماشي قبل ما يعني نخلص مع جراحين لبنان قبل ما نستقبل الجراحين الأجانب اللي في طلب عليهم وصار في تعاون بينكم بين كل المستشفيات وبين كل الاختصاصات اللي زكارناها أكيد أنه تعاون طبيعي يعني هاي تقنية جديدة منها هي بعدها منها معتمدة عالمية إيه بس أنه فيها الحشرية الواضحة الطبية أنه عن جد تعاونه وقعي أنه مقنعة ما عم بحكي شي عم بستعمل ماء ما بيدر عم نشيلها كتلة كاملة عم بحكي أنه للفحص الأنسجي عظيمة يعني بتمنى الجراح يعرف نتيجة نهية يعرف شو بده يعاني بالواحد اثنين فيه احتمال تخفف من انتشاره نعم ويلي آخر إحصاءات جيب بروفسور جاكيس من ألمانيا قاله عم تنزل من 63% يلي بتعاود بالطريقة العادية لـ 28% يلي هي أكتر من نص وبعد الدراسيات رح تقلنا أكتر إذا منيحة أو لا خاصة إذا استعملنا مع الفوتو دايناميك يعني نشوف وين الخلايا وإذا حطينا دواء الكيميائي اللي دغري من بعدها تنغسل المبول وبتصور رح تعطي نتيجة بس تكنيك موجودة عندكم بس بالأوبيتال هدا اللي بدي وضحه هلا موجودة عم نستعملها بجراحة المسالك البولية نحنا أول ناس إنا أكتر مثل النص بس فيهم يستعملوها كلهم يعني إذا موجودة في لبنان أكيد وفينا نستعملها اليوم قديش الرزيدانية والإنترنية اللي موجودين بالأوبيتال قدي حقيقة كمان بيكون هالشي بنسبة لقلهم وشي كتير مهم أنه هن موجودين يعني وخلال دراستهم أو خلال هالشي اسمه عم يتعرفوا على الشي جديد كلنا ما رأنا به هالشي يعني بلشنا الطب كان ما شو عنا أويل نقدر نشتغل فيه وهلأ كيف عم يتطور يعني كل كل سنة في شي جديد وعم يتطور وعم يفيد يعني مش بس هاي وعدين عندهم كمان المركز اللي تحت يدور يتمرن على أعضاء حيوانية مش أنه عم يتمرن وعلى الناس وهاي بتساعد كتير التقنية هالتكنيك إلى عمر يعني أنا ممكن أعملها مع أبن ستين وعملها مع أبن عشرين أكيد ما في مشكلة لأنه هاي دي عملك وسيلة جراحية يعني مدال المقص عم نستعملها مثلا لأنه ليش لا أكيد وغير مضرة ومفيدة وعم تعطي نتيج منيها دكتور أنا بعرف أن حضرتك عم تشتغل على أنه كمان قد ما فيكن تتقدموا أكتر وأكتر بيكون عم جد نحن السباقين بلبنان وكل طبيب بيكون ولمش عم بيفيد بس حاله يعني بالعكس عم بيفيد كل المواطنين والمرضى لأنه بالنهاية طبيب عم يجيبها ليساعد غيره يمكن ما جيبها لأمور شخصية لأله يعني يعني لا يعيش كمان نفسه قديش اليوم برأيك هالتكنيك وقديش غير تقنيات ممكن حقيقة يعطوا هيك صدق كتير عالي بالطب عنها كل يوم في شي جديد يعني ما في بالطب يعني من كل شي عم نقدر يستعمله يعني مين فكر أنه الماء نقدر نشتغل فيها فكروا في يوم الشي في الليزر قبل وعم يكفوا الليزر كان بشي هلأ صرنا على البحث عم يشتغل وفي عدة مكانات بتكسر بحث يعني في كتير أمور هلأ فينا نوصل على الكلوة بندور رفيع كتير ونقدر نفوت بكل جايبة من الكلوة ونستعمل تقنيات جديدة ما كانت موجودة قبل والخير لقدام رح ننتقل لفقرة طب بنفسك شو بقتنصح المشاهدين شو بقتنصح زملائك الأطباء شو بقتنصح اللبنانيين من خلال حديثنا أول شي فيون يطببوا نفسهم ناس فيون يطببوا نفسهم يعني حسب أكيد أنا بقلهم فيون يطببوا نفسهم من خلال نصائح الطبيب يعني أنا فيي أكيد طبب نفسي إذا أنا بسمع كلمة أو إرشادات طبيبة شو بيقلي هاي دي أنسب شي بس فيي أكيد بس إنه وفي يرف طبب نفسي وإخد حيا الله شي فيي أس بيطببوا حالهم بالعشاب مثلا ومنشوفها يعني وإياه متصبت لأن العشاب هي الإدوية إجت من العشاب فيه في طبب حال بس أفضل أكيد يشتشر طبيبه خاصة إذا عام نحكي بالمساني وأوراما هو إذا واحد شايف دم بالبول مش إنه يقول بسيطة لازم يشوف حكيم خاصة إذا ما فيه عوارد جانبية مع هالعوارد دم هو أساسي إنه فيه شي صار هلأ مش ضرورة لحمية أو سرطان بالمبولة فيه يكون بحصة يتجرح المجرى بتاعته دم فيه يكون التهاب بسيط يعني بتصير عن كل الوعب بتاعته دم كمان بس أفضل يشوف حكيم ما يحكم حاله أو يشوف لأنه بدنا ساعته نطلب فحصات نأكد إنه دم بالبول ما فيه التهاب نعمل صورة صوتية ما عنده عوارد ما عنده عوارد كانسير المثاني إلا نشوف دم بالبول أول شيء أول شيء هو دم بالبول بيضوع على هالأمور ولازم ننبش ليه يعني أول شيء نفكر بالورم أكيد قبل ما نفكر بالالتهاب والبحص وهيك ملقينا ورم ساعة داب ولا ونشوف ونكفل بإيه صورة صوتية بتكفل تشوف المبولة وإذا فيها لحمية جوتها يمكن نوصل لصورة السكان أو نوصل لأمور آي بعدين بس بالأول هيك إلا إذا لازم حالة كتير متفشة ضاغط على الشرايين أو شيء أو مسكر الكلاوي بيجو بحالة بضعف فشل كلاوي أو جعب من الميتاستازيا أو تبيين تشر بضروبرية صحيح صرنا بمرحلة كتير متقدمة بس إذا شوف دم المريض بالبول أفضل يشوف طبيبه نقدر نكمش وبالنسبة للموضوع حلقتنا دكتور شو بتقول بالنسبة لتكنيك؟ نعرف نحن كل تكنيك جديدة الناس بتسأل يعني بتصير كمان بدا تعرف أكتر وحتى لو أنت خبرت وسألتل عنها هالتكنيك أنه ممكن نشتغل فيها حتى لتسأل أكتر وأكتر شو بتنصح الناس يعني وبتعف نحن من أوقات نسمع من الجارة نسمع من الخال من الأخت ونغير رأنا ثلاثين مرة ولا شو بدك من الخبرية هديك أحسن شو بتنصح تسأل حكيمة ما ولا أهي من هيك لأنه نحن تطبع طول في تطور نخبر شو عم يطلع كل مرة نحن علينا تجارب تنعمل فيه إشياء معتمدة عالميا نمشي فيها بعد لها الآن الطريقة العادي معتمدة عالميا نتأمل أنه يمكن تتغير بأمور مع الوترجال بس عليها تسأل حكيمة اللي عندها سقف فيه وتقول له هادي شو رأيك فيها ويمشي في البازل هذه تقنية عم نعرضها للأطباء موجودة نلحق التطور كلنا سوا ونشوف وين نوصل وعندنا مركز للتمرين لهالموضوع حبوا يستعملوها جراحيا لأن نحن عم نعمل جراحة نعم استعملها الماء بتفيدك أوكي ما بتفيدك مكفي على الطريقة الطبيعية وما بتضر عم نستعمل ماء ما عم نستعمل مواد تضر الجسم ماء ماء بالخزان لا ماء بالخزان شكرا لك دكتور رغيد الخوري رئيس قصم جراحة المسالك بولية بمستشفى سعيدة المعانات الجامعية وأستاذ محاضر بجامعة روح الكدس الكسلي ورئيس منتخب الجامعية العلمية لبنانية جراحين المسالك بولية واختصاص الجراحة المسالك بولية وأعضاء تناسولية أهلا وسهلا فيك ضيف البرنامج مشاهدين لهم تنتهي حلقتنا بذكركم نكون فيكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر إيميل برنامج موعدنا بيتجذب بنفس الوقت مع ضيف جديد ألا معكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر